ايضا الشائر عمر البنة استضعى طبيبه الخاص في اغنية هجد الانام وانا واحد ساهر والنحول على جسمي يا حبايب ظاهر اه هزبابي الحب الطاهر قال شنو حدد قال ازباب صغامي وبك طرف الساهر لهلاكي بعادك نضى سيفه وجاهر يعني حدد مرضه قال كل ما اكتم حبت دمعي بيه وجاهر مفيد من طبيب مهما يكون ماهر يا سلام يا عمر البنة يعني حدد يا جماعة مفيد من طبيب مهما يكون ماهر انا لازم ارجع هنا للشاعر الكبير مصطفى بطران جماعة مصطفى بطران يعني من الشعراء الحقيبة الجيدين وليه اغاني جميلة ورايعة ومصطفى بطران زكر زكر مرضه في معظم اغانيه معظم اغاني بتاعته زكر فيها مرضه مصطفى بطران الشاعر الحقيبة الكبير يعني اصيب طبعا بيداء الصدر وتوفه صغير جدا على ما اسكر سنة 1939 وقعد في المستشفى فترة طويلة جدا وزكر يا جماعة مصطفى بطران مرضه في كل الاغاني بتاعته منها مثلا عقل انشغل بهواك والحكم عيني لاجة ومجافية نومية أربعيني قال دايما تزيدي علي داء الدفيني لمتين تراعي لحالتي وتنصفيني زكر مرضه في هذه الاغنية اغنية عقل انشغل بهواك والحكم عيني لاجة ومجافية نومية أربعيني أربعين طبعا قصدين بها حرف الميم حسب الحروف الأبجدية أبجد هوز حطي وغيرها يعني هو حرف الميم ويغال انه هذه الاغنيازات اتقالت في الملهمة بتاع الشعراء الحقيبة اسمها مليم واتقالت فيها أغاني كثيرة جدا مليم منها مية وتمانية وستة وستة حبيبيح ليله القام يوم ستة بتاعت الشيخ محمد والضراضي ومية وتمانية هي مية وعشرين مجموح حروف مليم وان شاء الله هنتكلم عن الحروف والأرغام في الحقيبة في حلقة جاية برضو ذكر مرضه في أغنية يا شادي قولي البي يزيل وانعش حياة جسمي هزيل واسكر بعاد لبنا وسعاد وهدي لنا الشوق الجزيل بقول فيها هناك برضو واش فينا من دان الوبي في أغنية يا شادي قولي البي يزيل برضو ذكر مرضه في أغنية دمعات الشوق كوبي حكم حبيه أرعى نجم الليل قال قال يعني فيه في دمعات الشوق يعني قال انتحى الجسمي والمحال طبي يا جماعة من من الأعراض بتاعت برض السل نزول الوزن هنا قال انتحى الجسم والمحال طبي لأنه في تلك الفترة لم يكتشف العلاج بتاعت السل زائق الوقت عشان كده خدته واعترف قال انتحى الجسم والمحال طبي لكن برضو ذكر مرضه في أغنية عز وي صالك ما لقيت لمسيل قال ما فيدني طبيب حتى لو جابي من مصر في أغنية عز وي صالك يعني حتى انه الطبيب ما ممكن يعالجه حتى لو جابه لي من مصر لأنه زمان كان السودانيين يمرضوا أي مرض مش يعالجوا في مصر يعني كان مستسلم بالمرض بتاعه مصطفى بطران أنا بادي محمد الطيب قال لي أنه أغنية دمعات الشوق دي طبعا من ألحان سرور وغنها كوروما ودي حاجة نادرة جدا يعني بالرغم أنه كان في المضاربات بين الفنانين لكن الأغنية بتاع الدمعات الشوق لحن سرور ويغال أنه يعني أنا بادي قال لي بعد ما مات مصطفى بطران أنه أدى الأغنية لكوروما وقال لي من نحبيها وفعلا كوروما غنها زي المناحة أغنية دمعات الشوق لكن أنا وقت شفت أنه الأستاذ عود بقى بيه قال أنه الأغنية دي السجلة السنة الثلاثة والثلاثين ومصطفى بطران اتوفى سنة الثلاثة والثلاثين يعني احتمال أنه سرور بعد سجل كانوا الفنانين بيسجلوا لبعضهم البعض الأغاني لكن سرور ما غنى الأغنية دي بعد وفاة مصطفى بطران وقال لي كوروما واصل فيها وحتى أنه سرور غنى من ألحان كوروما هل تدري يا نحسان وسجل في الإسكتشة المشهور في اسمه إسكتشة السودان سنة 1944 يغال أنه عبدالقادر عجباني يعني ذكر الفاتحة الطاهرة في كتابه أنا مدرمان قالوا كنت ماشي يجيب معدات لشركة السينما لقى أحمد المصطفى وسرور كانوا جايين من ليبيا بعد ما رفهوا عن الجيش السوداني وطلب منهم أنه سجلوا أغاني في اسكتش غنائي وسجل سرور أغنية هل تدري يا نحسان وهي من ألحان كوروما وكلمات الشاعر محمد بشير عتيق وأحمد المصطفى سجل أسمعني النغم حالي ويغال أنه يعني أنه النسخة جاعة السودان اتفقدت والنسخة الموجودة في مصر اتحرقت في حريق استوديو مصر سنة 1953 يعني كان يا ريت إنه لو كان موجود الشريط ده كانت نشوف نسرور بيغني أغنية هل تدري يا نحسان في صورة وبعدين بالمناسبة يا جماعانا قبل ما أرجع للأطبة إنه الفنانين السودانيين سجلوا أغاني في الأفلام المصرية منهم الفنان أحمد المصطفى سجل في بداية الخمسينات في فيلم اسمه هبتك عمري بطولة عمر الحريري وصباح وغنى سنائي مع صباح رحمات يا ملاك وأيضا سيد خليفة سجل في فيلم أظنه اسمه التمرحنة لو الزاكرة بتزعفني وغنى فيه المانبود السوداني والفيلم بطولة أحمد رمزي ونعيم عاكف وستيفان رستي وفي حلقة من الحلقات أنا اسميحك الأستاذ عمر عبد العاطي المحامي قال إنه إسماعيل عبد المعيم مرة شافه في واحدة من بدايات الأفلام إنه لحن أغنية لفريد الأطرش أو غيره من الفنانين يتغنت في فيلم مصري يعني الفنانين ياريت إنه كانت يستمر هذه الأشياء نرجع للحوار بين الأطباء وشعراء الحقيبة في أغنية فالتجمل الظل الوريف يغالد له الأغنية جديدة غالد في بداية العشرينات وهي من كلمات الشاعر الكبير خليل فرح وقال في زواج صديقه عبداللطيف أحمد أبو بكر زي ما ذكر علي المك في كتابه وفي تحقيقه لديوان خليل فرح عبداللطيف أحمد بكر التربي أو التربي لو لن نطق قدت صاح المهم في زواج عبداللطيف أحمد أبو بكر خليل فرح قال هذه الأغنية فالتجمل الظل الوريف والأغنية دي سجل الفنان أبو بكر خليل وفي نفس الزواج حدباي عبدالمطلب قال أغنية زهر الرياض في خصون وماح ونفس اللحن مجارع في اللحن وسجل الفنان الكبير كاروما يقال إنه العريس أصيب بحمة في الزواج قام خليل الفرح وصف لنا المنظر ده وتعب شديد جدا وجاب له طبيب سوري اسمه معلوف وقام عالج العريس وبيه كويس وصف لنا الحالة دي خليل الفرح قال الحمة شن سوت وجل الوجل الخوف واتقلعت ملت الحجل غير قدرة المولى الأجل لا بتحوي لا بتلحق أجل يعني قال اتقلعت ملت الحجل الحجل ده قاله إنه يعني زي خيمة أو حاجة بتضرب من الدمورية للعريس الحم الإنسان يعني زادت وعريق لحد ما ملت للسترة البضعولة العرسان دي قال بيت بان يا معلوف صفة والجرعة خير للبرشفة إيدك نغية ومصفة لا زالت للأنفس شفة لو أنا كنت بتذكر البيوت إنها صحيحة بالطريقة دي قال العافية زي مص القطيف تتمشى مع لطفة لطيف شنزارنا من الحم طيف وكفارة يا عبداللطيف هو عبداللطيف أحمد أهو بكر في الأغنية كان فيه الزواج بتاعد وتقالت فيها فكرة جمول ملاء الظل الوريف أيضا شعرها الحقيبة ذكروا بعض الأدوية في أغانيهم ومنهم مشاعر بور محمد نور في أغنية انت كلك زينة وعيمك لو زينة قال بالسنون تسجينة وبالنيران تكسينة ونحن ما بننساك ريديكزات ممكينة ومرت عبكينة وجل من أنشاك الوقت ذاكي عن الكولوروكوين وغيره من أبيت الميلارية ما ظهرت وكانوا بدعالجوا بالكينة فشان كده قال في أغنية بالسنون تسجينة وبرضو السلفة السلفة دي قالوا زي ما نبقى على الجبا أي حاجة عتي قال مردان سيادتك لازم عيادتك مردان سيادتك أصبح أسيرك وصار مستجيرك وما ليه غيرك وما زا يضيرك بيروحه إلفى وليه روحه تلفى بصحب السلفة لو فيها كلفة قال مردان سيادت قالت مؤخرا زي ما قلتها في سنة 76 وقال في دكتورة مشهد عالج عندها للشاعر محمد بشير عتيق إياك طبيبي إنت المداوي إياك حبيبي لخليتني راوي لأدبي توحي فكري وطموحي بالله روحي أطلق صراحة أطلق صراحة وأضمي جراحة وأديها راحة مشكلة؟ بالله روحي أطلق صراحة وأضمي جراحة وأديها راحة وقل ليها وصفة مع ابتسامة أيامة وصفة وبرضو عتيك كتب برضو في دكتورة قصيدة مشهورة جدا وبقول فيها سماحتك في إيدك اشتاق ليها جيدك يعني أنا لحد هنا الحاجة اللي يعني بقول إنه يعني شعراء الحقيبة كانوا مبدعين ووصفوا الأسنان وصفي جميل جدا وزي ما قلت أنا في بداية الحلقة وصفوها بالدر وبالجواهر وباللآلي واستدعوا الأطباء في قصائدهم ويعني كان